أهلا بحضرتكم أعزائي المشاهدين كنا طبعا نتكلم على موضوعات متعددة مرتبطة بالمشاركة السياسية والعملية الانتخابية مرشاح الرئاسة التنافسية والتعددية دور الإعلام ومنها التقيير اللي احنا تابعناه ده وفيه دور مزدوج هنا ونحن نزيعه على الشاشة دور الإعلام إنه يبقى فيه ندوات وده أيضا شكل من أشكال الإعلامي وده طبعا نفيدنا فيها المسؤول الإعلامي أو النؤول المسؤول الإعلامي لجمعة أسوان أستاذ أحمد أشكال أو القوالب الإعلامية وتغطيتها للأحداث وشايف دور الإعلام في الفترة دي أول عملية الإعلامية بتلعب دور كبير في الانتخابات من أول أول حاجة التوعية توعية المواطن بأي برنامج انتخابي أو رئاسي اللي كله مرشح من المرشحين الأربعة دور إعلام أنا عرف قيم المرشح اللي قدام من خلال برنامج بتاعه من خلال دور الإعلام لم يلقع للضوء يقول الرجل ده يعمل لك كذا وكذا وكذا المرشح ده يعمل لك كذا وكذا من اللي هوصل المعلومات دي الإعلام نعم خلال يعني الأشكال المختلفة الإعلام واللي هي مثلا من خلال برنامج تلفزيوني برنامج إزاعي منصات التواصل الاجتماعي المواقع الإلكترونية الصحف الندوات الندوات وأصبح حالين وأنا على فكرة أشكر الدكتور محمود عمبر على المشاركة في هذا التقرير نعم والمعلومات القيمة السياسيين واقتصاديين ده دور الجامعة آه دور جامعة أصوان هو الدكتور بكوليك التجارة جامعة أصوات نعم فيعني أنك توصل معلومة للمواطن مباشرة في ندوة زي كده فده شيء كويس وبعدين نقطة المهمة لها تذكرتها الأولى وهي التوعية يعني فيه توعية بالمشاركة السياسية زي ما حد نشوفنا في التقرير نعم ومشاركة المواطن السياسية أو تعزيز لديه هذا الحس الوطني من خلال منصات الإعلام نعم دلوقتي فيه إعلام يعني مش لازم في الإعلام نتخذ الإعلام التقليدي سواء كان في الدعاء الإنتخابية سواء في التوعية سواء في الإعلام التقليدي يعني اللي هو تحت مظلة الصحف المراقية المواقع لكن الإعلام اللي هو دلوقتي أصبح السوشيال مدينة فيه إشكال مختلفة في السوشيال مدينة مثلا الفيديو الصورة لقاء يعني الحاجات اللي بتزاعة للفيس هذا مكمل لبعض الزحمة عايزين نقول يعني لما يتعمل قامل الزحمة أو تتعمل ندوة وبعد كده تبقى موجودة لها مقاطع على يوتيوب أو موجودة فإحنا انتقلنا من مرحلة الإعلام التقليدي لمرحلة السوشيال ميديا وهكذا حضرتك لما حد بيتابع ويحضر ندوة مثلا بيصور أو يعمل بس مباشر أو لايف برضو بيشارك ففي أصبح الإعلام الآن يعني أصبحت الناس ما فيش حد بيقدر نقول ما فيش حد يقدر يخب بحاجة كل حاجة أصبحت موجودة ومتاحة والإعلام أصبح له أشكال مختلفة ومتعددة في كل الأنحاء العام وإحنا دلوقتي نعيش في فترة السموات المفتوح يعني دلوقتي ما فيش حد يقدر يقفل على حاجة أو يوصل الحاجة اللي عايز يوصلها هو بدماغه يعني أو توجيه فإحنا دلوقتي كل حاجة من خلال منصات الإعلام سواء مقروء أو مسموع أو مرئي ده كله الناس بالتابع ودلوقتي أصبح أسرع وسيلة للمعلومة اللي هو التواصل منصات الإلكترونية والفيسبوك والتويتر والشوث المدى بشكل عام بشكل عام أصبحت أقرب للمواطن يعني تصل بسرعة صحيح يعني من النقاط الهامة لما زملاء حضرنا تقيير من سواجة هنتكلم عن التعليم يعني نقول أنه عندنا تقيير عن التعليم وعن الخريجات والطالبات المؤهلات لسوق العمل والمنافسة زملاء في سواجة عدوا لحد ما يجهز في الستوديو عايزين نقول ملف التعليم من ملفات المهمة جدا أكيد طبعا ملف التعليم ده ملف مهم وهو يشغل بال كله أسرة مصرية وإحنا عايزين نغير من طريقة التعليم في مصر يعني مثلا كل اعتماد على السنوية العامة والسنوية العامة اللي هي بتحدد مستقبل الطالب ده الشكل التقليدي شكل التقليدي الشكل التقليدي اللي هو السنوية العامة نحن على النماذج التعليم في برة أو في الدول المتقدمة تلقى الطالب أو التلميذ من صغره بيدرس اللي هو حبه وبيبدع فيه وبيبتكر يعني أنا لا ننكر حقيقة كلنا إنه هو فترة الأخيرة رئيس سيسي أدى اهتمام كبير وبالغ للتعليم نعم خاصة التعليم العالي ويقدم يعني يعني هو التعليم غير نمطي يعني تعليم التكنولوجي لسورة الصلاة والمعلومات такая أهتمام بيها كمان في اللي هو الجامعات اللي تعملت فضل إنه هو برضو الفترة الأخيرة بسياري رئيس عبد الفتح سيسي أدى يعني اهتمام بالغ بالجامعات 뭔صرية نعم من خلال تكريم مواعي الخريجين من خلال إتاحة لهم فرص عمل من خلال دعم البرامج الرياضة الأعمال والتطوير والاختراعات والبحث العلمي فالحاجات دي كلها أخدت مكانة كويسة في الدولة المصرية حاليا إذن ما هم تكلم التعليم أشكال مختلفة فيه التعليم التكنولوجي وده التعليم مهم إنه التعليم ده أصبح دلوقتي هو المطلوب في سوق العمل وأصبح دلوقتي التنفسية أصبحت بين جامعات المصرية والجامعات الأخرى فلازم الخريج يبقى مؤهل لذلك مؤهل بذلك بمعنى أنه يكون خريج مكتمل وعنده رؤية في اللي يشتغله أنا دلوقتي أصبح ما فيش حد يعني خريج يشتغل تخصصه دلوقتي فيه المهارات المكتسبة يعني التدريب تدريب التحويل لذلك ممكن أخذ كلية معينة بس مش موجودة في سوق العمل أخذ تدريب عليه وده اللي حصل في التقارير اللي احنا اتكلمنا عن رئيس الراسة الوزراء ومعرض آي سي تي اللي هو نابة عن سيد الرئيس كان بيكلم عنه فيه خريجين بيشتغلوا في مجالات أخرى بس بياخدوا ووزارة التصلاة المجالة عمل التدريبات على الموضوع حتى جمعت أصوان فيه حاجة معينة مركز مصر ده الرقمي ده مهم جدا ودي دورات لأبناء أصوان ومحافظات جنوب أصوان دورات في الرياضة لأعمال وفي التحول وفي الشغل من خلال البيت بياخد دورات ومجانية كلها من خلال وزارة الصلاة ومن مؤسساتها زي معادة القومة الصلاة بعض الشركات اللي تتبع وزارة الصلاة بيدوا المحاضرات دي والتدريب سواء كان طالب هندسة طالب تجارة طالب أداب طالب أي كلية من كليات التسعتاش اللي عندنا فبياخدوا الدورة دي بتأهيلوا سوق العمل من خلال ممكن يشتغلوا هم بالبيت من خلال اللاب بتاعه ويشتغل على الشركات العالمية من خلال الحجزات وشغل يعني كله أكتروني فدي برضو نقطة تحول أصبحت حتى في مفهوم شبابنا وخريجينا أصبح ما انتظرش فرصة العمل الحكومي زي الأول يستنى بعد ما يخلص لقوة العاملة تبعت له ومش عارف يستلم شغله في مدرسة ولا إذا كان في مؤسسة حكومية ولا غير لا أصبح دلوقتي الفكر نفسه تغير لدى الشباب وراجل الخريج ولدى الطلاب نفسهم ليه؟ إنه أصبح دولة فيه دمج بين التعليم النظري والتعليم اللي هو إيه العمل يعني اللي هو بيأهل الطالب أو الخريج ببعض المؤهلات والكورس التدريبي لسوق العمل وأصبح الطالب ليه بيجد نفسه بيحب حاجة معينة بيشتغل عليها بيأخذ على كورسات والتدريب وبيشتغل ويجد نفسه هو فرصة العمل مش بيستني حد يوظفه أو يأهله يعني صحيح طيب موضوع التعليم الصناعي برضو إنه يبقى ده حاجة التعليم الفني ولا يتمام به ده قضية كبيرة والتعليم الفني ده مهم جدا وإحنا يعني المفتوق نشتغل عليهم من بدري من بدري ليه لأن التعليم الفني ده أصلا أعتبر هو اللي بأهل لك الحرف الناجح يعني يعني عايز تعليم زراعي عايز تعليم صناعي عايز تعليم مشتقات يعني تعليم الفني ده تعرف عدك يضم تعليم الفن الصناعي تعليم فني تجاري تعليم فني زراعي فكل المشتقات التعليم الفني دي والحرف والحاجات دي كلها لانت لما تأهل المدارس الفنية اللي عندك الخامس سنين نظام الخامس سنين وثلاث سنين ومعادل الفنية تأهلها خريج او حرفي ناجح او ممتهن فانت يعني حتى العملية دي بتوفر معاك كتير لانه لما هو يكون فاهم حيوفر معاك انت كمواطن السلع والحاجات التسليح والحاجات دي كلها بتتم خلي بال حضرتك طبعا الحاجات دي كلها المفترض ان وزارة التعليم العالي التعليم الفني ده مهم جدا لانه هو لما هو يعني اعتبر الورش والحاجات دي كلها وسوق العمل والمصانع لما انا يطلع لي خليه كويس من التعليم الفني اصبح انا هستعين بي ايه بالزبط وسوق العمل محتاج محتاج بالزبط لانه عندنا احنا مصانع وعندنا حاجات وورش عمل وانت كمواطن محتاج مثلا السباك او كهربائي او غير ذلك في اي يعني حرفة فلما يكون صناعي فاهم وعارف شغله اوفر عليك انت كمواطن بدل ما اواز لك الحاجة وانتغيرها وانتعرفين ده ملف مهم ده ملف التعليم نقطة اخيرة مع الفيديو احمد عايزين نقول المشاركة السياسية برضو عايزين لازم نقول الحث على المشاركة واهميتها بالنسبة لفئات الشعب المصري المختلفة ويتواجد المصريين واهميت ده في نقل صورة حقيقية وصورة نفخر بيها على مستوى العالم كلنا حتى لما يكون في دولة فيها انتخابات كلنا نركز على ايه هل في اقبال هل في ناس وقفة في رايحة اللجان هل في نسب نسب المشاركة بنتابع الحاجات دي العالم كله بيتابعها وليها اهمية وثقل بالنسبة لأي دولة انها عندها شباب عندهم وعي عندهم مواطنين بيحبوا بلدهم صد هو حددك طبعا العام الرئيسي في موضوع او الصباق الرئاسي ده العام الرئيسي فيه المواطن المصري نعم المواطن المصري بكل ايه فئاته عندك يعني الشباب ودي فئة كبيرة مستهدفة ولو قد اهتمام كبير في الفترة الماضية يعني اعتبرت شك عندها وعي لان اتعامل لها اكتر من برنامج اتعامل لها اكتر من مؤتمر فيه ثقافات دخلت على الشباب المصري يعرف ازاي اهمية الوطن واهمية الحفاظ على الوطن ومشاركة السياسية دي حاجة الحاجة الثانية عندك المرأة المرأة دي برضو تمثل دور كبير في المشاركة السياسية وفيه الاقتراع وفيه وجودها على الصندوق لان المرأة ليست نصف المجتمع انما هي السلسية المجتمع لانها الام والبنت والأخت فمشاركة المرأة دي امر رئيسي وهام يعني احنا بننادي من هنا ان المرأة كلها تخرج في يوم الاقتراع وتشارك على مدار ثلاثة ايام يوم 10 و11 و12 ديسمبر لان هي دورها مهم ومشاركتها مهمة في اختيار رئيس مصر الحاجة الثالثة من الفئات وزي ما ذكر التقرير هو زوج تاجر الخاصة وزوج الهمم ودول فئة برضو يعني لا استهم بها كانت مهمشة في ظل الفترة الأخيرة لفترة فخامة السيد الرئيس عبدالع سيسي اعطاها اهتمام كبير ومشاركات واعطاهم برضو حقوق يعني سياسية في مشاركة في بعض يعني تولي بعض المناصب وده مهم برضو لان هو يعني زوج الهمم دول ما بديوش اهتمام كتير ممكن يعني من المجتمع نفسه لكن لما الدولة نفسها تهتم بيه كم في اراضي السياسي وبالضبط وده يعتبر يعني توجيه عام لكل المؤسسات لانها تهتم بزوج الاحتياجات الخاصة طبعا اذا كانت هذه اهم النقاط التي نقشناها مع الاستاذ احمد بدوي الصحف والمسؤول الاعلام لجامعة اسوان سعداء بوجود حدثك معنا وان شاء الله نشوف نموذج ونشوف شكل مشرف للمصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة شكرا لحضرتك شرفتنا اذا اعزائي المشاهدين وكما نوانا من واقع الحديث عن الملفات العملية التعليمية والاهتمام بالخدقات والطالبات للتأهيل المنفسة في سوق العمل ناجو اسف النصر وهند فوزي من محافظة سوهيك انتزمت الدراسة منذ